قلتلي بقى اسمها ايه اسمها ولاق ولاق اه ولاق ولاق عبد الرحمن القروبة اه 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 عرفت من ايه كله بازنه هي بتعمل فيديوهات على النت عارفة عايزة ايه اصل انا عاملة صفحة جديدة عايزة الناس تبطل تتبعها وتتبعنا انا جبتلي حاجة من اعطارها اه اه اتفضلي اه مية الف عاليوتيوب اه اه دل بقوا مية وتمانين الف بس ده هيكلفك كتير قوي بس ولا يهمك ولا يهمك الفلوس كلها موجودة هنعمل عمل لمية الف واحد وعلى انستجرام خمسمية الف زيدي والفيسبوك بقى مليون وربعمية الله 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 كملي الا بقى التيك توك حاي مالو ده عليه مليون وسبعمية لا اله الا الله لا اله الا الله بقى انت دلوقتي عايزة نعمل عمل لثلاثة مليون وستمية واحد لا 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 ده انت تقول الناس بصفحيتك تعمل لها لايك وسبسكرايب وشير ايه بعد حزبي الله ونعم الوكيل هو احنا ليه بنقذي بقى ليه السحر والشعوزة والكلام الفارغ ده هل ده ضعف ايمان ولا احنا مش قريبين من ربنا كفاية ولا نفسنا وحشة ومريضة ومعندناش عدم تسامح ولا عدم رضا وبعدين للمستوى ثقافي ولا الاجتماعي ولا التعليمي بيغيروا حاجة دي بقت ظاهرة موجودة عند كل الناس ده انا حتى عرف واحدة خربت بيت بنتها بسبب انانيتها وفضلت وراها بالسحر والاعمال لغاية يعني ما خلت جوزها طلقها والبيت اتخرب وكان فيه ايال كمان وما همهاش بسبب انانيتها الغيرة والحجد الزيادة ده لا اول حاجة بتخلي الناس تتخلى عندنهم وبتسمح للشيطان يخليه يلعب في دماغهم ويروحوا يعملوا سحر واعمال علشان بس ترضي غرورها وفيه الناس والي يعوزوا بالله بتعمل الاعمال من كتر الكره اللي جواها ويبقوا مبسوطين وهما شايفينك وانتي واقعة في ديها وساعات كمان مش الكره بس الحب الزيادة كمان اه الحب وحب التملك بيخلي الواحد ممكن يعمل اعمال اذا كان شابه وبيحب بنته وعايزة تجوزها بالعافية او اذا كان بنت بتحب شابه وعايزة تلفط نظر وهو مش شايفها اساسا وفيه شباب ما بتحبش تحس ان هي مرفوضة فيالله بينا نعمل سحر علشان نوقف حلم وميرتبطوش باي حد بعدين ومعظم الحاجات دي دجل وشعوزة وفيه منها نصب بس اللي بيلفق منها ربنا ما يوريك ومحدش يقعد يقولي إيه اللي انت بتتكلمي فيه دا يا ولا السحر والجن مذكرين في القرآن وفيه ناس بيكفروا وليعوزوا بالله علشان يعرفوا يسخروا جن ويعملوا لهم كل اللي هم عاوزينه ويشتغلوا على قفاهم بقى فيه ناس كتير متخيلا أن الأعمال والسحر زي الحسد بس لأ الحسد حاجة والسحر والأعمال حاجة تانية خالص الحسد كده كده موجود في حياتنا على طول وبيحصل بقصد أو من غير قصد وساعات بيكون الحسد أشد من السحر وبيحتاج علاج أكتر من السحر كمان وكلنا معرضين لي طبعا وزي ما أنا قلت الحسد ممكن يحصل بقصد أو بدون قصد يعني انت نفسك ممكن تبص لولادك كده وتحسديهم غصب عنك أو واحدة صاحبتك جابت حاجة جديدة مثلا وانت من غير ما تقصد حسدتيها لأن ساعات الحسد بيبقى طالع بنيت ان احنا مش راضين بعيشتنا طب لقدر الله لو حد ما عموله سحر أو عمل نتعامل ازاي العلاق بالقرآن ده أول حاجة وتاني حاجة فيه ناس بتفك الأعمال والسحر احنا بقدرنا ان احنا لازم طول الوقت نحصل نفسنا وبيتنا وولادنا عن طريق الفروض ان احنا ما نفوتش ولا صالح وكمان أذكار الصباح والمساء وكده محدش هيقدر علينا بسم الله الرحمن الرحيم النور الطفل ايه لأنا كده هخاف تعالوا ننزل في الشمس على منور ايه كنت سألتكو عن مواقف حصلت قدام عينيكو عن السحر والأعمال وحكيتولي في الكومنتات حاجات كتير قوي يلا بينا نقرأها سواء نوع بتقول فيه واحدة كانت بتعمل سحر ولما خوفتها من عذاب القبر قالتلي لما نموت مش هنحس بحاجة كمان فاتت في عذاب القبر منك لله يا شيخ ربنا يحفظنا جميعا مش عايزة أقول لكم بقى نص كومنتات أو ثلاث تربح حاسبي الله ونعمل وكيل حاسبي الله ونعمل وكيل واضح إن محدش سلم من السحر والأعمال هندي بتقوله مرة كانت فيه واحدة بتوجب مع جرانها عشان فيه مشكلة حصلت والواجب هنا مش اللي بالكو فيه اللي هي واخدالهم طبق حلويات ولا شوية عصاير الواجب من نوع تاني بتقول لأيناها في الفجر رمي يا رجل وجناحها يتوراس بط على باب البيت وأبويا كان نازل يصلي الفجر جاب شوية مية وقرأ عليها قرآن وبطل العمل وأختي ساعتها كانت نايمة وحلمت إن البيت مولع نار وفجأة المطرة مطرت والحمد لله البيت مولعش سبحان الله أختها حلمت باللي كان هيحصل بالزبط والمطرة اللي مطرت دي الكرآن اللي بطل العمل أنس بيقول بنقومني لقي فصول يا بيضة مرمية على عتب الباب وعالشبابيك ده أكيد دي أنس الجنان عندهم عيال صغيرة وبيرموا الطبيخ من الشباك ولا أقول لك اعمل جنبها شوية روز وصلطة بصوا بقى في واحدة بتقول أنا عايشة مع حماشي في شقة وفي مرة شفتها بتحفر في الأرض في الجنينة وأول ما شفتني اتوترت يا ترى الولايات ذي كنت بتعمل ايه الله وأعلم كنت بتعمل عمل لحد وراحة تتفن عشان كده خافت وتوترت يا شيخ أتقي الله ده أنت أيامك في الدنيا معدود واحدة بتقول صاحبتي تقدم لها واحد ورفضوه لإنه ما كانش كويس راح يتموا عملت لها سحر منك لله يا شيخ وحطته لها في الأكل بس وصل لها إزاي ما عرفش والشيوخ قالوا لها ده سحر في الأكل علشان كده بنتك بتشتيك كتير بمعدتها وما كانش يعيني في علاج بيجيب نتيجة خالص حتى يعيني بق المياه لما بتشربه بطنها بتتقطع من الوجع ولو بتعرف تاكل زي الناس حتى الصلاة والقرآن بقوم صعبين عليها وكل شوية تروح لدكاترة والشيوخ وما فيش نتيجة خالص ربنا يشفيك يا بنتي والله وينتقم من اللي عمل فيك كتير حاسبي الله ونعمل وكيلة حاسبي مع الناس أنا كمان واحدة بتقول قدت لصاحبتي إصدال صلاة ومصحف من عندي وبعد سنتين لقيتهم تحت السرير وفيهم عمل وبفضل اللي لما قردت صورة البكرة والرؤية العمل بطل ومشاكلة حل ربنا ينتقم منها وما تدخلوش حد غريب بيوتكو حتى لو صاحبتك خلي عينك عليها وهي ببيتك ريهان بتقول الناس اللي بتعمل أسحار دي أكتر ناس أنا بشفيك عليهم لأن اللي بيعملو ده حرام وهيدخلو جهنم وبقص المصير حتى توبتهم بتبقى صعبة جدا لأن التوبة بتاعتهم متعلقة بناس هم أزوهم فالناس دي لازم تسامحهم الأول علشان ربنا يسامحهم ومين بقى اللي هيسامح حد أزاد وبالضبط زي ما ريهان بتقول ربنا ممكن يسامح في حقه لكن حق العباد لقى لو أنت مأثر في فرد صالح صوم دي علاقتك بربنا ممكن ربنا يسامحك عليها لأن انت في الحالة دي ما بتقزيش غير نفسك المشكلة بقى كلها لما بنقزي حد غيرنا لأن ده بيبقى مرتبط بظلم العباد فلازم هم يسامحكم الأول واحدة بقى يعيني بتقول أنا من يوم ما تجوزت ودخلت شقتي اتبهدلت وبقى عندي أمراض وطول الوقت تعب وأجهدت كذا مرة وبدون سبب وروحت لدكاترة كتير ومشايخ وكل المشايخ اللي روحت لهم يقولوا انت عليك سحر قوي ويهربوا وما يكملوش وأنا في القصة دي بقى لي حوالي عشرين سنة أحلى أيام شباب يروحت في الأمراض والمستشفيات وحتى كان في مشاكل بيني وبين أهلي وبين أهل جوزي بس خلاص سلمت أمري لله ومنتظر قضاء شوفوا وصلتوا الناس لي منه لله اللي عملك العمل ده يا شيخ واحدة بتقول أنا عارفة ان الحاجات دي مذكورة في القرآن لكن أنا مش بسدق الحاجات دي بصراحة وكل لن يصيب أنا إلا ما كتب الله لنا أنا فاهمة أصدق بس انت بنفسك قلت انها مذكورة في القرآن فهي فعلا حاجات موجودة أنا ما بخوفكوش بس لازم ناخد حذرنا ونحصن نفسنا طول الوقت ونحصن بيطلق أولادنا نادة بتقول واحدة صاحبتي كانت مخطوبة لواحد قريبها وكانت فيه بنت تانية عينها منه وحيزة تخطوك فعملت عمل لصاحبتي بالأزية والقلق والتعب وصاحبتي يعيني فضلت سنة عبانة وما كانش ليه عليك خالص لحد ما نسألو لها على شيخ وبعد الرحول الشيخ قال لها ان ما عملك عمل ولازم نعرف مكانه الأول علشان يتفك وفضلوا يدوروا عليه ثلاث شهور لغاية ما لقوه وبعد ما تفك وكملت هي وخطبها جات البنت دي وحاولت تموتها يا ساتر يا رب وبكل بجاحة واجهتها وقالت لها أنا اللي عملت لك العمل والمشكلة بقى ان البنت دي كانت أقرب صاحبة لصاحبتي دي وبعد ما قطعت معاها فضلت تطعن في شرفها علشان تكرهوا فيها وبعد ما لقيته برضو متمسك بيها قمت راحت عملت لها عمل تاني لغاية ما سابه بعض ربنا انتقم منك يا شيخ ده انت مريضة والله لازم تتعقلجي وهو مين ده اللي هتموت نفسك عشانه وبتكفاري وبتغضبي ربنا وبتعملي كل الغلط والوحش ده مح مكاة واحدة بقى بتقول في مرة كان جوزي ماشي ولقى على الأرض بقاية صور كده متنطورة المهم لاموهم وجمعهم كلهم كده فلقاها صورة لاتنين متصورين مع بعض ولقى في ظهرها مكتوب عمل للتفرق يعني والنبي ده ينفع اتنين متجاوزين اتنين مخطوبين اتنين بيحبوا بعض وهيرتبطوا ليه؟ ليه القزية؟ ليه البنات او الشباب ما بيتهموش ان ده نصيب هو ربنا بيموفق الناس على بعضها من قبل ما نتولد فلان هيتجوز فلانا نروح احنا نكفر ونفضل نعمل في اعمال علشان الاتنين يصيبوا بعض هتستفيدوا ايه؟ خلاصة اللي عايز اقوله ما تخضبوش ربنا علشان نفوسكو المريضة ونفوسكو الوحشة اللي جوا حاجة وحشة لحد يبعد عنه بدل ما الشيطان يتملك منه ويخليه يقزي الناس ويقزي نفسه قبل ما يقزي الناس لان كده هتبقى خسرته دنيتك واخرتك لان انت كمنا هتبقى عايش في الدنيا مش مرتاح وهتحس التقنيب الضمير دا لو عندك زر الضمير ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وان شاء الله المرة الجاية يكون الموضوع اخف منه كده شوي